اشتركوا في القناة في الحياة فكانوا ائمة يقتدى بهم من هؤلاء الائمة الاربع ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل عاشوا مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واخبار الصحابة والتابعين فهما وعملا فخرجوا لنا بسلوكيات جميلة فكانوا في اعلى المراتب وارفعها والائمة الاربعة اصدقائي مصطلح اشتهر بين خاصة المسلمين وعمتهم اذ كتب الله لهؤلاء الائمة توفيقا ونجاحا نادر المثير حتى اصبح اصبح يؤخذ بآرائهم في كثير من الفتاوى والاحكام وقد شهد لهم بالفضل اهل العلم قال النضر بن شميل عن ابي حنيفة كان الناس ياما في الفقه حتى ايقذهم ابو حنيفة وقال الامام الشافعي عن شيخه مالك اذا جاءك الاثر عن مالك فشد به اي تمسك به واذا جاء الخبر فمالك النجم واذا ذكر العلماء فمالك النجم ولم يبلغ احد في العلم مبلغ مالك لحفظه واتقانه وصيانته ومن اراد الحديث الصحيح فعليه بمالك وقال احمد بن حنبل لولده عبدالله عن شيخه الشافعي يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن فهل مرى لهذين من خلف او عنهما من عوض اصدقاءنا الاحباء لقد اطرى الائمة الاربعة تلتقها اثراءا رائعا وتتلمذ على ايديهم اناس حرروا مسائل العلم ونشروه في ارجاء المعمورة وكان مرجع الائمة في فقهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لجتهاد وكان كل منهم يرى ترق رأيه اذا خالف الكتاب والسنة كان حريصا في حياته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا جعله يتشبه به في كل شيء فما حفظ حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام الا عمل به أحمد بن حنبل الامام اليتيم ولد الامام أحمد بن حنبل في شهر ربيع الاول سنة 164 للهجرة وكان والده قائدا في جيش خرسان أما جده فكان واليا للأمويين في بلدة تسمى سرخس تابعة لبلاد خرسان وحين بلغ أحمد من العمر ثلاث سنوات توفي والده فنشأ يتيما تكفله أمه وتقوم على تربيته والعناية به عاش أحمد عيشة فقيرة فلم يترك له والده غير منزل ضيق مما دفعه إلى العمل وهو طفل صغير حفظ أحمد القرآن الكريم ولما بلغ أربع عشرة سنة درس اللغة العربية وكان يحب العلم كثيرا حتى إن أمه كانت تخاف عليه من التعب الذي يبذله في التعلم وقد حدث ذات يوم أنه أراد أن يخرج أن يخرج للمكان الذي يتعلم فيه الصبية قبل طلوع الفجر فجذبته أمه من توبه وقالت له يا أحمد انتظر انتظر حتى يستيقظ الناس بره بأمه كان الإمام أحمد بارا بأمه فقد حفظ أحمد هو صغير أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الناس بالرعاية فأجاب سائله أمك وأعد السائل سؤاله مرتين فأجابه أمك ثم أمك ثم أبوك كان مدينة لأمه بكل شيء لأنها لقنته منذ صباه الكثير مما حفظه من السير والأحاديث وقصص البطولات ورسخت في أعمقه منذ كان طفلا قيم الإسلام الفاضلة وهي التي اختارت له المكتب الذي يتعلم فيه القرآن ثم الشيوخ الذين يجلس إليهم بعد أن حفظ القرآن ليطلب عندهم الحديث والفقه وكان التخاف عليه وصغير برد الفجر إذا خرج إلى الدرس قبيل الأذان ومن دلائل طاعته لأمه ما حكاه بعض العلماء من أنه حينما كان في الخامسة عشرة جاء إلى بغداد عالم عظيم وأقام على الضفة المقابلة لدار أحمد بن حنبل وفاض نهر دجلة وارتفع الموج حتى ترك هارون الرشيد قصرة ونزل بأهله وأمواله وحاشيته إلى سفن له ولكن طلاب العلم هرعوا إلى العالم على الضفة الأخرى في الزوارق وأبى أحمد حين دعاه زملائه إلى العبور قائلا أمي لا تدعني أركب الماء في هذا الفيضان وترك العبور في حسرة وعاد إلى أمه لتطمئن عليه ومما يؤكد بره لأمه أنه أبى الزواج مبكرا ليتفرغ للعطف عليها وعونها فما تزوج إلا بعد أن ماتت وكان قد بلغ الثلاثين لكي لا يدخل على الدار سيدة أخرى تنازع أمه السيادة على الدار ترجمة نانسي قنقر